كما بحث وزير الخارجية وشهون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع مفوضة الشراكات الدولية في المفوضية الأوروبية جوتا أربونين الوضع الإنساني في اليمن وجهود تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة اليمنية والمفوضية الأوروبية وثمن بن مبارك الدور الهام والحيوية الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي من خلال الدعم السياسي والإنساني لليمن ومساعيه لإحلال السلام وإنهاء الحرب وتداعياتها الكارثية مؤكدا حرص الحكومة اليمنية على التخفيف من المعاناة والأزمة الإنسانية في اليمن مشيرا إلى الاتفاق الذي عقدته الحكومة برعاية المبعوث الأممي لضمان تخصيص الإرادات الجمهورية لشحنات الوقود لتصرف للرواتب موظفي القطاع العام في الحديدة وفي المناطق الأخرى وهو الاتفاق الذي نقضته الميليشيا الحوثية وقامت بنهب هذه الموارد وتسخيرها للمجهود الحربي وأكد وزير الخارجية وشيون المغتربين أن الميليشيا الحوثية تحاول تضليل المجتمع الدولي بافتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وادعائها بأن هناك حصار على دخول الوقود والمشتقات النفطية وهي الإدعاة التي تفندها بوضوح الإحصائيات في عدد من التقارير الدولية والتي تؤكد أن كميات الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية لم تتوقف وأنها تغطي الاستخدام المدني والإنساني كما تطرق بن مبارك إلى ما يروج له الحوثيون من مغلطات بهدف نهب المساعدات الإنسانية وادعاءهم بأن 80% من سكان اليمن يعيشون في مناطق سيطرتهم بينما في الواقع اليوم 48% من السكان في المحافظات المحررة في ظل الأعداد المتزايدة للمهاجرين والنازحين الفارين من بطش هذه الميليشيا الحوثية كما سعرض وزير الخارجية الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في سبيل توفير الخدمات في المناطق المحررة مؤكداً التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الدولية الفاعلة في اليمن واستمرار السعي لتدليل كافة الصعوبات التي قد تواجه هذه المنظمات مؤكداً على أهمية تعزيز وزيادة المشاريع التنموية عبر تخصيص مزيد من التمويل لبشاريع تعزيز قدرات الصمود وبناء القدرات في المجتمعات المحلية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ودعا بن مبارك الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المزيد من الدعم لمساعدة الحكومة على تنفيذ برنامجها الاقتصادي ودعم البنك المركزي في جهوده لضبط وسكرار العملة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف المعاناة عن المواطنين من جانبها تطرقت مفوضة الشراكات الدولية في المفوضية الأوروبية إلى الجهود والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لليمن مجددة التزام الاتحاد الأوروبي للإستمرار بالعمل من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية كما تعهدت بالنظر في مسألة زيادة الدعم للمشاريع التنموية وبناء القدرات وكذلك بحث الطرق والوسائل الممكنة لدعم الحكومة ومساعدتها على توفير الخدمات وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المختلفة مؤكدة على ضرورة مشاركة الشباب والمرأة في التنمية والعملية السياسية